أريزونا تصنف على أنها ولاية متأرجحة أرجوانية بعد أن كانت قديما معقلا جمهوريا ثم انتخبت الرئيس بايدن في عام 2020 ما جعلها ساحة معركة ساخنة لانتخابات الرئاسة الأمريكية انضمت أريزونا إلى الاتحاد الأمريكي في فبراير من عام 1912 باعتبارها الولاية رقم 48 وتمتلك 11 صوتا في المجمع الانتخابي أريزونا صوتت للديمقراطيين خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة لأول مرة منذ التسعينات وذلك بفارق ضئيل عن ترامب بلغ نحو عشرة آلاف صوت المنافسات الانتخابية تدور أساسا حول تداعيات حكم محكمة أريزونا الذي أيد حضر الإجهاد شبه الكامل كذلك المخاوف بشأن تهريب المخدرات والهجرة غير القانونية وهذه من القضايا التي لها صدى خاص في الولاية وتعد أريزونا محطة حاسمة وساحة لأشد الصراعات السياسية المؤثرة في هذه الانتخابات لتلعب دورا مهما في تحديد الرئيس المقبل للبلاد